السلام عليكم. أتمنى أن تكونوا بخير والأخير. اليوم سأريكم استعمالات الآلة البنينة. عنده عدة استعمالات. سنبدأ ان شاء الله بهذا البطاطا والبيض. عندي بطاطا اللي مقطع مربعات. كان وضعها في هذه الآلية تكون مسلوقة ولا مقلية اللي بغيته. كان نضيف لها جوج بيضات فقط. وشوية الملحة. وشوية دي اللي بزار. وغادي تشوفوا الكمية اللي غادي سعطي هات جوج بيضات. يعني غادي تنفخوا في هاد الآلة ديال البنينة. كنسخنوا الآلة ديال البنينة مزيان مني كنسخنوها. صافي كنديرو هاد الوراق ديال زبدة كندهنوه بشوية ديال الزيت. كنسرحو هاد البطاطا. عندما شوفوا كي قداش الكيمية غادي نست عليه. ما كاملاش خمسة دقيق غا نهزو غادي تلقاو هاد الخبزة ديال البيض والبطاطا. يعني البيض تنفخ وما كيل تلسقش غا نقطعو لكم وتشوفوه من الداخل. يعني جوج بيضات فقط. عادي نوريكم السيمة الاخر رقم جوج. دائما كنسخنو الآلة. كنسخنوها هي مسدودة. كنخلي واشوية تسخد. ومن بعد كنديرو ذاك الشي اللي بغينا. من الاحسن الى كان طياب بحل دابالبيض او لهاد القطبان. ضروري ما نديرو هاد الورق ديال الزبدة. ندهنو هاد الورق ديال الزبدة بالزيز. صفوه ونقطعو عليه. كنخليو بالنسبة لهاد القطبان كنخليوهم ديك خمسة دقيق. كنعريو عليهم كنلقوهم. من ارواع ما يكونوا تيجيو بلداد وزوينين. من الاحسن الى بنات اللي بغي يشري آلة البانيني من الاحسن تشريوها كبيرة باش غد نفعكم لبزاف الحاجات. نعاودو نديرو فيها الحوت. غادي انتهن هاد الورقة. كي ما قلت لكم في الاول ضروري ما كنسخنو هاد الالة. غادي اندلكم هاد الحوت اللي حساس الحوت الابيض اللي يلسق. خصوه ضروري الطحين. خصوه ضروري الزيت. خصوه بزاف الحاجات. غادي نوريه لكم. كنديرو حد زويته التحت كي ما شفتو. كنزيدو ملاحة الفوق. فوق من الحوت. وشوية ديال البزار. وشوية ديال المعدنوس. وشوية ديالزيت. وكننغطي عليه. ما كامل اشربعة دقائق ها هو موجود. ويمكن لكم تديرو تا السرديل. السرديل حت سهل دكشي علش مدرتوش لكم. سرديل في مواليه يطيب. كي يطيب في المقلة. يطيب حسوه يطلق لدام ديالو. هادا كلي دام ديالو هو فش كي يطيب. سرديل سهل درت لكم هاد الحوت الحساس الابيض اللي ما كي يطيبش في المكان. كي ماشتهو مالسق ما تشي حاجة وجاء مزيان. وتنظيف را مباشرة هي نحيدو البريز وكننمسحوها. كتاخدوا واحد الكلينيكس اللي هو يكون مزيان ما كيتلوق لخملة لوالو. سوف يوكو تمسحو ناشف. غادي نسخنو مرة رابعة يمكن. اه لا. كنديرو فيه الخضرة اللي بغيتو. بيتو القرعة. الخضرة تقدروا تديروها. يعني الخضرة اللي بغيتو. دا بقدرت لكم اليوم الدنجال. غادي ندير واحد الزويتار آآ في الورق. من بعد كنديرو الدنجال. كنديروه شوية الملحة. شوية اللي بزار. من بعد واحد الخيب ديال الزيت. وكننغطي وكننخليه. داغية كيوجد. عاود الدنجال. كي طيب كي طيب. بحل زبدة كي يجيز وينتال قرعاتها هي مزيانة فلفلة. كل شي قاعلي طحت لكم على بالكم. ركض طيب. ولكن عندكم شي سؤال او لا اقتراح او لشنو. خليوا لي افتح عليق ديالكم. هاد الخبيزات غادي نطيبهم مباشرة في الالة ديال البانيني. كنشدو الخبيزات نتغير نعجنوهم. هما صند ويتشات. او من بعد مني كي يخمرو. كنوضعوه في الالة ديال البانيني. من بعد ما سخنناها مزيان. صافي كان يتنفخ وكنقلبه. مرة واحدة. صافي وكن نغطي عليهم. كنخليهم كيدير واحد الخطوط فيهم. كي يجيوا صند ويتشات الدراري مخيرين زوينين بزاف. صافي غادي نوريكم كيفاش نسخنو فيه. اي حاجة بغيتوا تسخنوها كتسخنوها كنجبدوها من المجمد. مباشرة كي تسخن الالة ديال البانيني. كنحطو هاد الملويات كي ما شفتو. غادي تشوفوهم كيتنفخو بحلة يلا طيبين. هانتو ما منفوخين سخانين زوينين زوينين بزاف. بالنسبة لتنضيف ده بدرتهم مباشرة منهم الالة ديال البانيني. غادي نمسح مباشرة. باش ما نخليش دك لدام. نحيد البريز وهو كان مسحو كالتنضيف ديال وسهل. بالنسبة لهاد الالة. انا عندي هادو كيتحيدوه وقنحطوه ميتصلو. غادي نوريكم سالوطبوط. المهم كنسخنو فيه اللي بغيتوا بسيبان شوكولة. اي حاجة تحت لكم في بالكم. كي يسخن. كتسخن فيه يعني فلوس وحلال. طوست. الخبز يزرع. نحن جبدوه مل مجمد. مجمد. ها وكي سخونة من الداخل جاني سخون ما قدرش نقطعوه انتم ما. الشي سخون الفار طالع. طيب طاعت كل شي كل شي اللي كينا انا جبت لكم كل شي عطيتكم اي حاجة درته شجلتها لكم باش شوفوها بالنسبة لبنات اللي باغيني. ازما باغيني شريوه الالة ديال البانيني راه هي زوينة 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 بزاف. كوي ما قدت لكم شريوها كبيرة ورا ما قد ضيع شدو. انا نقولها لكم ارا ما قد ضيع شدو. طب النسبة لفرال اللي اخديت. انا رات قريبا رام الرمضان وانا كان نخدم به رضو كي يجيني هو هو. دك الشي اللي كان تيجيني. اش حالة دي بقي لالان تيجيني. وهاد الالة ديال البانيني ما نقول لكم يوميا. كنسخنوا في احنا الخبز. يوميا. وريتكم تاني خبز الكبير ديال الدار تنقسموه الى جوج. تهني كعود كي يسخن. غادي نوريكم تاني لا درته اه تال ورقة ديال البسطية لو كنتوا درته صند ويتشات الدراري او لشي حاجة او للمسمن. وبغيتوا تعمروه لشي حاجة غادي تديروه تفادل الالة ديالبانيني ما نقول لكم مصورش لكم بزاف الحاجات. انا نوريكم هادا بحل هادته هو غمسي من ديك اه. عمرتهم وقاديتهم. وغادي نديروهم في الالة ديالبانيني كي يجيوا بحل دك الشي ديالتاكوس درت فيهم ديك اه الخطوط. وكنتمنى تشجعوني بلايك وتشاركوه في قناة عالم سعاد والبرتاج كيف ديما مع الاهل والاحباب وما تنفسوش ضغطوا على الجرس بشي وصلكم دائما لجديد وبصحة والراحة. استوديكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله.